بسم الله الرحمن الرحيم ورحبكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفيلي واليوم رح نتحدث عن زمن المضارع المستمر والمضارع البسيط ونسوى مقارنة بين هذول الزمنين هذول الزمنين رح ناخذ هنا حالة وهنا حالة بس خلينا نروح للملزمة لأنه الملزمة أفضل يقول we use the continuous نستخدم المستمر for things happens at the round time of speaking أثناء وقت الكلام نتحدث زمن المضارع المستمر طيب هذا المضارع المستمر خلينا ناخذ المضارع البسيط يقول we use the symbol for things in general or things that happened repeatedly أشياء اللي تتكرر هذا أول فرق ما بين الزمنين خلينا ناخذ مثال the water is boiling الماء يغلي فإحنا الحدث مستمر لذلك إحنا خذنا مضارع مستمر شوفوا الجملة اللي قدامها water boils المياه تغلي عند درجة مئة سيديزية هذه مو استمرارية هذه حقيقة فلي أن حقيقة عندي فراح أستخدم مضارع بسيط أما المضارع المستمر فيتحدث عن الاستمرارية النقطة الثانية يقول listen to those people استمع على تلك الناس يعني استمع مناها أكو أشخاص دا يتحدثون يعني أكو استمرارية what language are they speaking أقول لك دولش قاعد يحكون دولا مستمرين بالكلام شوفوا الجملة الثانية excuse me do you speak English ليش حقيقة دا سألة عن حقيقة طيب طبعا هذه هي الأمثلة كلها تقدرون تستفادون من عدها ملاحظة أخرى كلش مهمة وركز لي عليها يقول لك we use the continuous for a temporary situation الحالات المؤقتة الحالات المؤقتة وركز يمي وهاي المعلومة الحدث المؤقت هو إحنا من نقول استمرارية معناها الحدث استمر تمام؟ يعني الحدث استمر لفترة ثم منقطع هذا الاستمرارية يعني هو كيد الاستمرارية يعني تستمر وشي توقف فدائما المضارع المستمر يتحدث مع الأشياء التي تكون يعني مؤقتة يمكنكم ما فهمتوا بس هسراح تفهمون يقول I am living with some friends أنا عيش ويا بعض الأصدقاء until I find a place of my own أنا عشت ويا أصدقاء الحد ما لقيت بيت حدث مؤقت استخدمنا لمضارع مستمر جملة الثانية my parents live in London أبوي وم يعيشون بلندن they have left there all their lives وعاشوا هناك لكل حياتهم شوف المضارع البسيط يتحدث عن الأشياء الثابتة طبعا لأنه حقيقة دائمية حقيقة فنقول أبوي وامك عاشوا بلندن وقعوا عيش هناك إذن الحدث ثابت لذلك رح نستخدم زمن المضارع البسيط طيب خلينا هنا نتحدث عن always كلمة always هي يعني نعرفها دائما تجينا ويا المضارع البسيط بس بالجامعة لا حبيبي الوضع اختلف always رح تستخدم بالمضارع المستمر والمضارع البسيط يقول الظروف always إذا كان الحدث ما بيه استنراريه يعني بيه تكرار مثلا أنا أقول أنا عادة أذهب للعمل بالسيارة فتشي تكرار كل يوم هذا مضارع بسيط I always go to the work خلص هذا ينتهين من عده ونعرف من always هي دائما ويا المضارع البسيط هاي خلصنا من عدها زين شو كنت تجيين always ويا المستمر خلينا نكتب ملاحظة شوف هذا المثال I am always losing things يقول إذا كان الفعل يعبر عن المضايقة يعني فتشي سلبي دائما إذا الشي سلبي أو فت مضايقة راح نستخدم always ويا المضارع المستمر راح أيدها الشي اللي يدل على المضايقة أو الشي السلبي نستخدم ويا ال always ويا المضارع المستمر وهاي نلاحظة كلش مهمة مثلا He is always talking in the class هو يحتي بالصف فتشي سلبي He is always asking هو إذا يطلب مساعدات مزعج You are always annoying me أنت هو يتزعجني إذن أي فعل سلبي نستخدم always ويا المضارع المستمر هذه هي الفكرة طبعا هذا كل ما موجود بالوحدة الثالثة يا رب فهمتكم مياها أي سؤال أو اشتفسار أخوكم أنا حاضر لا تنسوا تشتركن بالقناة وتبلغون أصدقائكم بهذه الفيديوهات